اثارت العمليات الانتقامية لخلايا الارهاب النائمة التي استهدفت فيها القوات الامنية في بعض المناطق المحررة اثارت مخاوف الاهالي من عودة الارهاب الى مناطقهم التي لم تتعافى بعد اثار الحرب سيما بعد انسحاب القوات الامريكية من سوريا مطالبين الحكومة بضرورة مسك الحدود وعدم اعطاء فرصة للارهابيين لدخول الاراضي العراقية هاجز القلق قائم لدى الاوساط الشعبية بالانبار تخوفون من عودة سيناريو عام 2014 عودة التنظيمات الارهابية عودة يعني الاصابات احنا كمواطنين محاوطة الانبار محاوطة سوريا نطالب من الحكومة المركزية والحكومة المحلية وجميع القطاعات الامنية تجديد على المناطق الحدودية خوفة من عودة سيناريو 2014 اخرون ابدو خشيتهم من ان الانسحاب الامريكي قد يشكل خطرا ومخاوفة من عودة سيناريو 2014 نتمنى من الحكومة المركزية ان تمنع اي شخص من خارج الدول وغير الدول ان يدخل للعراق لان احنا سنين متخوفين مناطق المحررة لانسحاب الامريكي باتجاه العراق هذا يشكل خطر وتشير احصائيات لمراكز ابحاث ان التنظيم الارهابي ينفذ ما يصل الى اربع عمليات اغتيال اسبوعيا ضد قيادات امنية او سياسية او عناصر حكومية خاصة في محافظات ديالا باكر كوك وصلاح الدين وتقتصر هجماتهم على استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والسترات الناسفة وتنفيذ اغتيالات باسلحة كاتمة ونادرا ما يستخدمون السيارات المفخخة اشتركوا في القناة